أهلا بكم مشاهدين في أول عدد من موسمنا الرابع ضمن برنامج بصراحة ارتبطت كلمة متقف على مدى سنوات طويلة بفئة من الأشخاص الذين يكرسون قصفا وافرا من حياتهم اليومية للأنشطة ذات الطبيعة الفكرية والتي تتمظهر من خلال الكتابة والتأليف أو عبر التناظر والتحاور أو بواسطة الخلق والإبداع وكان المتقف من خلال هذا المعنى سواء كان فنانا أو أديبا أو صاحب إنتاج فكري يساهم في مدى أفراد المجتمع بالأدوات التي تساعدهم على تحليل الوضعيات التي تواجههم في الحياة وفي إيجاد الأجوبة المقنعة عن الأسئلة التي تصادف الناس في سياق بحثهم عن حقائق معينة فهل كلمة متقف ما زالت تحمل نفس الدلالة التي كانت تنطوي عليها في الماضي؟ أم أن معطيات المرحلة والتغيرات التي شهدها العصر في الحقب الأخيرة تفرض إعادة النذار في هذا المفهوم؟ وهل يمكن الحديث حاليا عن تهاون في أذاء المثقف لوظيفته في البناء المجتمعي؟ أم أن الأمر يتعلق بمجرد فطور مؤقت في حماس المثقف بسبب إكراهات تنظيمية وعوائق مؤسساتية؟ وما هي الصراعات التي تبرز بين الفينة والأخرى بين فاعلين ينتسبون إلى المشهد الثقافي؟ وهل هذه الصراعات ذات طبيعة فكرية أم أن لها علاقة بالمصالح والتطلعات الشخصية؟ وهل استطاع المثقف أن يلائم خطابه وإنتجه الثقافي مع متطلبات العصر الرقمي؟ وأخيرا ما هي الآليات الكفيلة بتفعيل دور المثقف في مشاريع البناء المجتمعي؟ إمكانية الرد على كل هذه التساؤلات وأخرى بعد لحظات خليكم معنا لمناقشة الموضوع مشاهدين دعونا نرحب بداية مع الشكر الجزيل بالدكتور صلاح بوسريح مدير مجلة الثقافة المغربية الصادر عن وزارة الثقافة والحاصل على جائزة المغرب للكتاب هذه السنة صنف الشعر مرحبا بك معنا ونورتنا في برنامج بصراحة مرحبا شكرا مرحبا نورتنا وأجدد الترحاب بمستشار البرنامج الدكتور أحمد دافر أستاذ التواصل والإعلان مرحبا بك معنا أستاذ دافر أهلا وسهلا أستاذة خارجة مرحبا نورتنا طيب بداية أبدأ معكم دكتور صلاح فيما يتعلق بالممارسة الثقافية بين الواقع والمأمول ربما هذه معادلة صعبة في وقتنا الراهن لكن دعني أطرح وأستوضح معكم دكتور بوسريف في فضاء العلاقة التي تحكم المثقف بالدور بالوظيفة أقصد هنا بالمجتمع لا تزال هناك ضبابية في هذه العلاقة كيف يمكن أن نستوضح هذه العلاقة ما الذي يحكم تحديدا هذه العلاقة التي تتربط المجتمع المثقف بالوظيفة أو دور المثقف أنا لا أعتقد أن هناك ضبابية لأن حين نتحدث عن المثقف تاريخيا كان مفهوم المثقف غير موجود كان في التقف العربي كان مفهوم الفقه فهم الفقه الذي كان يلعب هذا الدور اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وكان ينخرط في المجتمع ويحل قضايا الناس ويتدخل في حل هذه المشاكل وبالتالي في التوجيه في التربية في التنوير في توضيح الأمور مفهوم المثقف الذي سيظهر بشكل خاص في العصر الحديث هو مفهوم جديد مفهوم لم يكن متذاول لم يكن معروف وبالتالي ظهر في فرنسا خصوصا في قضية الضابط دريفيس الذي اتهمه بالخيانة وهو ضابط كان في الجيش الفرنسي وهو يهودي في أصله وسيتدخل المثقف لإيميل زولا كمثقف سيتدخل بمقال شاهير معروف جاكوز يعني التهم وفي هذه الحالة أعاد الاعتبار للضابط وخلق نقاش تكافي حول قضية معينة فأصبح المثقف في إطار الصورة واضحا وبدأ يتدخل في القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتى التعليمية والتربوية فيكتوريغو كان أيضا يتدخل ولماذا أنا أعود إلى فرنسا هنا لأن فرنسا هي المرجعية الأساسية التي نحتكم إليها نحن بحكم القرب الجغرافي وبحكم اللغة التانية التي نستعملها في ثقافتنا أو اللغة التي من خلالها نشريف على هذا الأفق ثقافي الجديد في المغرب تاريخ الحركة الوطنية سنكتشف داخله عدد من المثقفين الذين لعبوا دورهم كمثقفين قياديين وشير إلى الله إبراهيم وشير إلى المهدي بن بركة وشير إلى علال الفاسي وشير إلى المختار السوسي وشير إلى هؤلاء الناس وغيرهم يعني كانوا مقاومين تخذوا وضعية معينة لمواجهة الاحتلال الفرنسي ولكن من موقع المثقف المثقف الذي جاء إما من جامعة القروينة بفاس وإما من جامعة مولي يوسف وإما من جامعة فرنسية مثل عبد الله إبراهيم من صوربون في علاقته مع المثقف الفرنسي مع جون بول سارتر ومع غيره ومع حركة السورياليين في فرنسا أهنذاك هذا الوضع أنشأ متقف منخرط في المجتمع منخرط في واقعي السياسي والاجتماعي والتقافي هل لازال له هذا الدور في هذه الفترة الرهنة المتقف؟ اليوم إذا شئنا حتى تجيبني عن الضبابي التي طبعا اليوم إذا شئنا حدثت تحولات كبرى فيما يسميه فرنس واليوطار بتغيير الصرديات الكبرى في مجال الفكر وفي مجال التقافة المفاهيم لم تعودية نفس المفاهيم منهارا مفهوم الشيوعية وأصبح يحتمل كثير من دلالة المعاني مفهوم الاشتراكية مفهوم الليبرالية فأصبحنا أمام العولمة اقتصادية عولمة ثقافية وهي أخطر أنواع العولمة التي تحاول امتصاص كل الثقافة الأخرى وتأطيرها في سياق كوني واحد وما يمكن أن نسميه بالفرنسية بلونيفورم يعني أن تحدث جميعا بنفس اللغة بنفس الإشارات نفس اللباس نفس المطبخ نفس المظاهر تقافية ينبغي أن تتخذ وضعا مختلفا هذا سيؤدي إلى أن المفهوم المتقف في العالم العربي وفي المغرب بشكل خاص تأخذ وضعا آخر لماذا؟ لأن أساسا في المغرب المتقف في المفهومه الراهين هو شخص كان منعزل عن المجتمع ليس لأنه أراد الإنعزال بل لأن بفعل تحولات الاجتماعية تحولات الاجتماعية وأيضا دور الدولة في عدم رغبتها في أن يكون المتقف شريكا في العمل التقافي سنرى مع الحديث هذه النقطة أكيد سيد بسري هل كلمة متقف لازالت تحتفظ بنفس البلالات كما كان في الماضي نعم خصوصا إذا حاولنا أن نتحدث عن مفهوم المتقف في مرحلات ما بعد الاستقلال في المغرب لأن المتقف في داكرة المغربية سواء الطلابية أو الطبقة المتقفة بشكلنا أم المتقف هو ذاك الشخص الذي يكون له رصيد معرفي من خلال القراءة من خلال الممارسة السياسية ومن خلال كذلك ممارسة أكاديمية داخل مؤسسة تعليمية في الجامعة أو في التعليم أو له ارتباط ببعض المؤسسات المنتجة لخطاب إعلامي أو خطاب اقتصادي رؤية اقتصادية للبلد وكل هذا كان يندرج دائما في إطار وحد المنظومة سياسية معينة لأن الفهم المتقف دائما كان مرتبطا بمشروع مشروع مجتمعي يقوموا على محاولة تغيير وتغيير تجاه لما يأمله المتقف بناء على ما كان يصلنا في المغرب من حركيات في الخارج حتى على مستوى التنظيرات كنا نتكلم عن ما يسمى بالمتقف العضوي بالمفهم أنتونيو جرامشي كنا نتحدث عن المتقف العضوي بمعنى أنه هو ذاك الشخص الذي يكون مرتبطا بالقضايا والهموم وانشغالات الجماهير الشعبية في الأحياء في العماء في العمال في المعامل كذلك في المجال النقابي في مجموعة للمجالات المتقف الشمولي هو ذاك المتقف الذي يكون قادرا على إنتاج خطاب فلسفي عالم يقوم من خلاله بإعطاء تفسيرات لما هو يندرج كما الماكرو يعني القضايا الكوبرى عندما تأخذ مثلا كتابا للجابري فهو لن يدخل في تفاصيل الأمور المتعلقة بالإنتاجات التقافية والممارسات التي دخلها في إطار ما هو يومي وإنما يدخل في إطار القضايا الكبرى القضايا الكبرى العروي كذلك مثلا الخطيبي كذلك هذا واحد الفئة من المتقف المغاربة الذين كانوا ينتجون خطابا تقافيا شموليا يحاولون أن يبحثوا في أسباب مثلا النكسة في أسباب التخلف في أسباب التقوقع الفكر إلى غير ذلك ولكن هناك متقفون عضويون الذين يحاولون أن يجيبوا على الأسئلة المرتبطة بالهموم اليومية بقضايا الخبز بقضايا المعيش بقضايا الشغل بقضايا البطالة إذا فمفهوم المتقف كان في سياق ومن بعد الاستقلال كان يمشي في هذا الاتجاه حاليا ما هي المتغيرات ما الذي حصل ربما نضع المتقف ما بين الثابت والمتحول الآن كان هناك واحد تغيير وقع في العالم فجائي طال حتى المتقف هو فجائي نتيجة ظهور ما يسمى بالتكنولوجيا الإعلام والاتصال والتواصل هناك من يسمي ما نعيشه الآن زمن اللاثقافة أين يتموقع المتقف في هذا الزمن هل انتهى دوره بمعنى آخر وأعتدر على هذا السؤال لا أعتقد أننا نعيش زمن اللاثقافة الثقافة أكيد موجودة ثقافة لها سياقتها ولها من ينتجها ولها دلالتها ولها رموزها على الأقل حتى إذا لم تكن فيما ينتج اليوم فهي فيما أنتج من قبل موجودة بالتقافة يعني بمعناها المادي واللا مادي في نفس الوقت حيننا تحدث عن ما الذي حدث ما هي المتغيرات التي وقعت لا ينبغي أن ننسى بأن بالأمس القريب كان المتقف منخارط في العمل السياسي من داخل الحزب ولم يكن مستقلا كمتقف يتكلم بصوته لماذا؟ لأن كانت هناك مواجهة بين ما يسمى باليسار وبين اليمين وكذلك النظام أو ما سمي أنا ذاك وما يسمى اليوم بسنوات الرصاص في هذه الفترة كان المتقف مضطر أن يعمل داخل في إطار حزب معين أو في إطار مجموعة من الأحزاب سواء كانت علانية أو سرية وبالتالي كان خطاب هذا المتقف هو خطاب المتقف الملتزم كانت معنى الالتزام كما سيحدده جون بول سارتر في كتابه ما الأدب يشير إلى أن فهوم الالتزام ينطبق على السياسي ولو لكن حين يصل إلى المتقف فلالمتقف وضعية خاصة خصوصا الشاعر مثلا له وضعية خاصة لأن خطاب الشاعر ما هو خطاب سهل أن يصل إلى الآخرين في حين أن في المغرب كان مثلا الشعر في سنوات ستينيات وخصوصا في سنوات سبعينيات هو الشعر خطابي مباشر احتجاجي يقال في مدرجات الجامعات وكذلك في الأيام الفلسطينية التي كانت تعقد في داخل الجامعات وكان يلقى في القاعات بنوع من الاحتجاج اليوم في تصور الشخصي وهذا كتبته أكثر من مرة مباشرة بعد انخراط اليسار أو جزء من اليسار فيما سمي التنوب التوافقي هنا المتقف بدل أن يبقى خارج هذا الأفق دخل إليه وانضم إليه وبالتالي صبحنا نفتقد المتقف وأشير إلى الجابري الجابري حين أراد أن يشتغل على مشروعه في العقل العربي ترى أن يستقيل من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي لماذا؟ لأنه بدأ له أن هناك شيء آخر أهم وهو الذهاب إلى بنيات ونظام الفكر والعقل عند العرب كيف نفكر وفي أي أفق نفكر ما هو الخيط الناظم بين المثقف الحزبي ومثقف لمجا حزبي بتأكيد في ظل هذه التحولات دائما نناقش دور المثقف في ظل التحولات وبطبيعة الحال دوره في تنمية المجتمع بتأكيد أنه نحن الآن نقاشنا حول موضوع المثقف فنختزلون نوعا ما المثقف في إطار المفهوم المثقف الذي يملك رصيدا معرفيا أكاديميا من خلال تعليم من خلال القراءة من خلال مجموعة من الممارسات ذات طبيعة الذهنية والفكرية إنتاج المنتوج التقافي ولكن نراها هناك مفهوم آخر للثقافة الآن بحيث أن المثقف حتى إذا رجعنا كلمة الفرنسية لا نتكلم على الانتلكتويل الذي لدي علاقة مع الدهن الانتلكت وننتكلم مع الكولتور الكولتور بالمفهوم للثقافة ما هي الكولتور هي أننا عندما نقوم بوضع البذور داخل واحد الأرض مكان حرطها وننتظر أن تنمو وتترعرع وتعطينا واحد المنتوج الكولتور بمناء أي شخص كيف ما كان فلا هو ثقافة وهو الخاصة انطلاقا من المدخلات والمرجعيات وما أدخله في دهني لذا نقول ثقافة مش جمع كيف ما كان عندنا متقف مرتبط ببيئة التي عندها ثقافة معينة ثقافة هي رؤية للعالم هي محاولة تفسير كل ما هو مرتبط بالوجود بناء على المرجعية من أجل إيجاد الحلول لتلك الوضعيات التي يعيشها من أجل خلق واحد النوع من الانسجام بين الشخص وبين ذاته فهو يستعمل أدوات وعتاد معرفي ثقافي كيف ما كان حتى وكان فلاح حتى ولو كان صناعة تقليدية فهو عنده ثقافة الخاصة ويمكن أن حتى المتقف اللي هو عالم أكاديمي إذا جالس هذا النوع فئة من الناس ربما سيستفيد منهم الكثير فيما يتعلق بهذا الأمور كنظن ما جاوبتك على السؤال لم تجيب لي بحق سياق الأشياء التي قالها السيد دافري هنا أشير إلى أن ما أشار إليه فيما يتعلق بالمتقف لابد أن نضيف إليه أنه ليس بالضرورة المتقف الذي يقرأ ويكتب التقافة في مفهومها الأنتربولوجي العام التقافة ترتبط بالعادات والتقاليد ترتبط بالمعمار وبالعمران ترتبط كذلك بالمآتر التاريخية ترتبط بالمنتجات الرمزية لأن المتقف هو شخص ينتج الرموز والدلالات والرموز والدلالات هي الأكثر تأصلا وبقى أن دخل المجتمع المتقف وصانع للتاريخ هو أحد محركاته بدون شك هو الإنسان هو الإنسان نعم لازلت أن تقدر إجابة عن ربما الخيط الناضي ما بين المتقف الحزبي والغير الحزبي بالنسبة للمتقف الحزبي هو بالنسبة لأن تجوز مع الزمن لماذا لأن لم يعد الوقت كالوقت بمعنى الزمن تغير في فترة ما كان العالم يسير وفق قطبين متصارعين على المستوى الفكر والدهنيات هناك فكر اقتصادي السياسي يقوم على التأميم وعلى ما يسمى بأن السلطة في يد الحزبي الواحد الذي يتحكم في مصير أشخاص وناس وأمه وهناك مجتمع الذي يقوم على المفهوم الرأس مالي الذي تحول فيما بعد إلى رأس مالية متوحشة تدخل في إطار صراع من أجل الاغتناء وكانت واحد فئة ما يسمى بالعالم الثالث الأول مع الثاني في صراع والعالم الثالث كان في تلك الفترة من الضروري أن تأخذ موقفا من هذه المنظومة العالمية إما أن تكون إما في الاتجاه اليسار أو كما قال أستاذ اليمين أو أن تأخذ موقف الوسط أو ما يسمى المحافظون الآن لا تبقى مسافة ما بين اليسار واليمين والمحافظون تقدر تلقى واحد يمكن أن يدعي بأنه حداتي مفهوم الحداتة لكن مع ذلك الإنتاج السلوكي لا يمت بصلاب الحداتة أنت السلوكي لا يتمنى السلوكي لا علاقة له بما هذا مفهوم الحداتة تقدر تلقى واحد شخص ربما يقول بأنه يساري ولكن مواقفه وعلاقته مع المجتمع ومع تلقى بأنه بعيد كل المعادة إذن نحن أمام شخصية شيطارية هنا لا ليس شخصية شيطارية لأن طبيعة التفكير تقتضي أن نختلف والاختلاف يتأسس لا نختلف 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 انطلاقا من القناعات فأنا قد أنتمي إلى اليمين أو اليسار أو إلى الوسط انطلاقا من طبيعة الفكر الذي كان هو الأساس في طربيتي وفي سكويني نعم وبالتالي فأنا سأدافع عن فكرة اليمين وأنا أنتمي إلى هذا اليمين علال الفاسي حين نعود لنقرأ كتابه النقد الداتي الذي يعتبر من بين أهم الكتب وقد أعيد طبعه وتحقيقه مؤخرا من طرف سعيد بن سعيد العلوي وصدر هذا الكتاب كان أكثر تقدما في طرحه للقضايا الاجتماعية فيما يتعلق بالتعليم بوضعية المرأة أنا ذاك وفيما يتعلق كذلك بالحق في التعبير وفيما يتعلق بمجموع القضايا الاجتماعية على الفاسي من اليمين حين نذهب إلى اليسار نجيد كذلك عبد الجابريل الذي كان أنا ذاك كتب عن مشاكل التعليم في المغرب من منظور آخر ولكن في لحظة ما يلتقي لكن الذي يحدث اليوم ما هو هو الالتباس والغمامة التي حلقت فوق رمينا هناك صحيح هناك التباسات كثيرة وقعت في مفهوم المتقف صحيح فالجابري في كتاب له حول المتقف والمتقفين يقول المتقف هو كل من يعرف الكتاب والقراءة ويدخل داخل مفهوم متقف رجل التعليم ومن يدرس اللغة ولكن هذا المفهوم أنا شخصيا لا أتفق معه لماذا؟ لأن المدرس أو الذي يكون في القسم فهو يدرس ويبلغ ويعلم ولكن لا يمتلك خبرات المتقف الذي ينتج الفكر ويطرح الأسئلة ويعد نظر في القراءة علاقته بالإنتاج المتقف له علاقة وطيدة بالإنتاج هنا أتسأل معكم أستاذ صلاح المجتمع مدولنا نتحدث عن المجتمع المجتمع والمتقف هل ترى هناك تمت علاقة تقابل تنافر تكامل في هذه الفترة كيف ترى شوف أنا بالنسبة لليوم في هذه اللحظة التي تحدث فيها الآن هل هو متصالح مع المجتمع لا هناك هو حدثت بين المتقف وبين المجتمع هذه الهو نتجت عن كون أن خطاب المتقف في أغلبي بقي أكاديميا يتحدث بمفاهيم وبتصورات علمية ولا يتنازل عن فهمه للمعرفة والعلم ولم يستطيع أن يخاطب المجتمع تأثير محمد عبد الجابري والقاعدة الواسعة في العالم العربي وفي غير العالم العربي وأعماله بدأت تترجم إلى الألمانيا مؤخرا جاءت من كون أن الجابري رجل كان صحافي وكان مديرا في التعليم الابتدائي بمعنى يملك القدرة البيداغوجية على التواصل فكان يكتب بلغة تصل إلى الجميع العروي لا يمكن أن يقرأه الجميع العروي إذا أردت أن تقرأه ينبغي أن تفكك مفاهمه وأن تضبط إقاع وتصور رؤية العروي لتقافة والمفهوم الأنتلجانسية في كتابه القديم وكذلك لمفاهم الحرية وغيرها من المفاهم الأخرى لماذا؟ لأن هذه المسافة الحادثة بين الطرفين واحد اختار أن يكتب بلغة عالمة ولكن هذه اللغة العالمة هي لغة سائلة تصل إلى المجتمع بالنسبة للعروي سيكتب بلغة عالمة ولكن هذه اللغة لا تصل إلا إلى النخبة أو إذا شئتي نخبة نخبة هذا نموذج أو مثال فلذلك نجد أن أغلب المتقفين يعزفون عن الكتابة مثلا في الصحف وفي الجرائد لماذا؟ أنا رجل متخصص وأكتب في هذا المجل لا أنا أعود بك إلى طه حسين وإلى العقاد وإلى الفطرة التي كان فيها النجيب محفوظ وطه حسين والعقاد يكتبون في الصحف أعمدة أسبوعية وكانوا في الصحف يتيرون قضايا يقوم حولها نقاش واسع جميل جدا هذا الكلام وأعادت النظر في كثير من الأفكار والأسئلة جميل هذا الكلام وسأتوجه لكم أستاذ دافري ربما هذا النقاش يقودني أو يدعون إلى التأمل في قيادة المجتمع ما دون نتحدث عن تنمية تنمية المجتمع هل يمكن للمتقف أن يقود المجتمع أنا أعتقد أنه قبل أن يقود المجتمع يجب أن يقود نفسه أولا بمعنى آخر أنه يجب أن يفهم دوره وأن يعرف خصوصيته وحدوده وإمكانياته سيد دافري اسمح لي يذكرني بقولة السقرة حين وقف أمام معبد ديلفي فقرأ أعرف نفسك بنفسك أكيد هيهد مفاد مفاد لكي أقود لأنني أنا قائد لا المتقف هو نتاج واحد سيرورة تاريخية اجتماعية اقتصادية ترباوية تقافية هو ابن المجتمع إذا لا يمكن له أن يتفرد في قيادة المجتمع هو فاعل يساهم أنا عوض أن أقول قائد فاعل وعندما أتحدث عن الفعالية فالفعالية تكون ضمن نظام وهذا النظام لا يمكن أن تفعل فيه دون أخذ بعين الاعتبار العناصر الأخرى الموجودة داخل النظام عمله نسقيا هو عمله نسقيا هو مفهوم القيادة صعب في الحديث على المتقف لأنني سنعطيه بعدا رسوليا كأننا أمام نبي أو رسول جاء برسالة المتقف صحيح الأعطاب هو فاعل مؤثر موجه يتير القضايا ينتبه إلى الأشياء ويستشريف المستقبل ليس بيعطيه بالمفهوم النبوة أو الاستشريف المستقبل انطلاقا من المعطيات الراهينة ومن المعطيات التاريخية أيضا لذلك فالمتقف إذا لحتي معايا في ما سمي بتوراة الربيع العربي وعدم فهم فيه النظر لم يكن للمتقف دور فأصبحت وسائل تواصل اجتماعية هي البديل بين الجماهير في الشوارع العامة ونزلت بدون متقف وقامت بتوراة دون متقف وأعادت النظر في بنيات اجتماعية وسياسية واقتصادية في غياب المتقف الذي فوجئ بأن الشارع يمكن أن يتحرك في غيابه لذلك فحتى التأثير المتقف أين هو إذن للحديث بقي أكيد مشاهدينا فاصل قصر وسنعود لكم لستكمل دائما الحوار في برنامج بصراحة خليكم معنا إذن نعود لكم من جديد مشاهدنا ونرحب بكل من ضم لنا لهذا النقاش في برنامج بصراحة نناقش دور المتقف في تنمية المجتمع وأكيد أرحب من جديد بالدكتور صلاح بوسري مرحبا من جديد نور أهلا مرحبا ونرحب أيضا بالأستاذ والدكتور أحمد دفري طيب أوصل معكم دكتور صلاح فيما يتعلق بالصراع الذي بدأنا نراه في ما بين المثقفين كيف تقرأ لنا هذا الصراع هل هو صراع أفكار أم صراع وتضارب في المصالح ما الذي يمكن أن يخفي هذا الصراع من وجهة نظرك قد أبدأ بكلمة قرأتها منذ فترة طويلة لشاعر تونسي أبي القاسم الشاب في كتاب له أو في يومياته أعتقد يتحدث فيه ويقول إن مصيبة المشاريع التقافية عندنا وحين يقول عندنا فهذا لا يقتصر على تونس بليشمل مجتمع الوطن العربي هو أنها تتحول مما هو جماعي إلى ما هو فردي مشكلة الصراع الذي يجري مثلا في ساحة التقافية المغربية وبين المتقافين ناتج عن هذه النقطة بالذات وأنا شخصيا جزء من هذا الموضوع لأنني عشت مثلا في تجربتي داخل بيت شعر كعضو مؤسس لهذا البيت حين كنا نشتغل بصورة جماعية وفي أفق مشروع قوي وكبير استطاع أن يخلق دينامية شعرية في المغرب وأعظم الأهمية للشعر وبدأت تعقد اللقاءات إلى درجة أننا بلغنا ووصلنا إلى أن نعقد في تاريخ تقافى المغربي والشعر المغربي أول مهرجة العالمي للشعر في المغرب وكان وكان حدثا كبيرا كنا نشتغل بالمشروع الذي خططنا له في إطار وفي سياق جماعي لكن حين بدأت الفكرة تميل إلى ما هو فرضي شخصيا سأنسحب وسأغاضر وسأحتج بطريقة الخاصة كتابة لأعلن أن الأفق حين سار لما هو فرضي سيؤدي إلى انهيار المشروع وانهيار المشروع بمعنى انهيار المؤسسة نفس الشيء حدث داخل اتحاد كتاب المغرب الذي ما زلنا إلى اليوم في اللجنة التحضيرية نعمل على إعادته إلى الحياة فهو الآن في غيبوبة في لحظة غيبوبة أو في موت كلينيكي يحتاج أن نوقظه لنقول له انهض إن مغرب اليوم يحتاج مؤسسة قوية وقادرة على أن تدبر شؤونها وقادرة على أن تحمل متقف لأن هذه مؤسسة يعني عندها أكثر من دور فهي مؤسسة لإنتاج الأفكار ولطرح الأسئلة والقضايا الكبرى الراهنة المرتبطة بواقعنا المغربي العربي والمتوسط والكوني أيضا ثم أنها مؤسسة ينبغي أن تلعب دورا فاعلا في رد الاعتبار للمتقف وفي حماية المتقفين كذلك إذا في عمقه هذه المشكلة هو صراع أو تضارب للمصالح أعود معك إلى طه حسين وإلى العقاد كان يختلف وبارب بينهم النقاش وكان يحترمان بعضهم البعض لأن الاختلاف هو اختلاف في الفكر اختلاف رحمة وفي الرؤية وفي طبيعة في نظر كل واحد لمعنى الأداب والفكر والدين هذا غير موجود عندنا كان موجودا في فترة ما في الجرائد الوطنية ولكن اليوم الذي نجده مثلا في وضع اتحاد كتاب المغربي المسألة أصبحت شخصية يعني الدرجة أن حين يصبح الاتحاد يرفع قضايا ضد أعضائه في المحاكم هذا يدل على أننا وصلنا إلى مرحلات أفلست فيها المؤسسة ثقافيا وأخلاقيا ودرجة أن اتحاد الكتاب الذي كان هو الإطار ثقافي الذي كان في فترة ما في غياب الوازع المادي وفي غياب الحاجيات المادية كان يشتغل يعني بعمل يمكن أن نسميه بين مزدوجتين النضالي اليوم حين توفرت له إمكانيات العمل المادية فإن السؤال ثقافي لم يعد موجودا لم يعد موجود كذلك المتقف الذي يعمل على إنقاذ هذه المؤسسة منهير وهنا في طنجة كان مؤتمر تم إبطاله تم إبطاله وإبطال المؤتمر أدى إلى أن نعمل اليوم يعني منذ شهور لأجل أن نعيد هذا الغائب إلى الحضور ولكن بأي صورة وفق أي رؤية وفق أي منظور وحضره غائب في المنزل ومساكل شخصية ما هي مشاكل لن أفوت وجهة نظرك في هذه النقطة أستاذ دفري يعني ما هي خلفية هذه الصراعات بين فاعلين ينتسبون إلى المشهد الثقافي للأسف أولا مدامنا الآن نتحدث مثلا عن مؤسسات ثقافية حاملة لمشاريع كبرى مرتبطة بعملية نضالية انطلقت من رؤية شمولية لما ينبغي أن يكون عليه الأمر في الوطن في المغرب فمثلا عندما نتحدث عن اتحاد كتاب المغرب فبالضروري أن نتحدث عن الرواد عن الراحل عزيز الحبابي نتحدث عن اليابوري عن محمد برادا عن واحد مجموعة عبد كريم غلاب عبد كريم غلاب طبيعة حي عبد كريم غلاب من بعد لكن هذه المرحلة كانت لها خصوصية معينة في سياق بناء دي الدولة المغربية كانت هناك مجموعة للأجنحة سياسيا تتصارع حتى المؤسسة الكتاب والمتقفين في تلك الفترة إذا أردنا أن نتعامل معها في إطار قراءة تاريخية مع أخذ واحد النوع من المسافة بيننا وفي تلك الفترة وقرأناها سنلاحظ بأن يمكن أن يكون لها ما لها وعلي ما عليها باعتبار أن الهاجس كان دائما هو واحد كوطة سياسية يجب أن تكون حاضرة داخل العمل في هذه المؤسسات كانت أحزاب مهيمينة بحيث كان من صعب جدا على أن شخص لا يكون حمل يافطة من أحزاب معينة سواء كان تقلال تقدم الشركية أو شيء أمناعة القبيل أن يفرض نفسه أن يحصل على عضوية في المكتب تنفيذي مثلا هذا كان صعب جدا وهذا واقع تاريخ الآن بعدما انتهت حكاية هيمنة الأحزاب اليسار على المنظومة التقافية داخل البلد ظهرت صحافة جديدة ترفع شعار استقلالية وتحولت إلى منابر إعلامية للمعارضة وأصبح جيل جديد يطالب بالتغيير وينظر إلى مجموعة من الذين كانوا يقودون هذه المرحلة نظرة فيها واحد النوع من تحمل تحملهم المسؤولية دلما آلت إليه الأوضاع لأن إذا كنا نتحدث عن التعليم وعن مشاكل سياسية وعن المجمع في تراجع ألا يتحمل كذلك المتقف دوره ومسؤوليته فيما وصلنا إليه هل دائما سوف نتحدث عن كون أن الدولة هي التي كانت تحاول أن تخترق أن تقصي أن تخلق الصراعات أن تقوم بإرقاء الفخاخ لأنه هل المتقف كان محصنا وواعيا بأن المشروع هو أكبر من الداتيات هو أكبر من أن أبحث على موقع وزير أو موقع مثلا مستشار في ديوان هذه الصراعات لم يكن تجد طبيعة فكري بقدر ما كانت عندها فيها ربما مصلحة شخصية أو تصفية حسابات أنا أعتقد أن الطبيعة الفكرية تقتضي أن يكون لها أثر وهو مجموع الكتابات والأشياء التي تنشار والأعمال التي تقال لكن منذ فترة طويلة الاتحاد لم يعد موجود أصبحت جمعيات حديثة تشتغل بدينامية أكثر من الاتحاد الاتحاد يقوم بأنشطة تقافية معنا لا يقوم ليس له تصور لأن هناك فرق بين النشاط التقافي وبين المشروع التقافي أنت تنخارط في مجتمع ومشروع التقافي هو مشروع مجتمعي لم نصل إلى أن نخلق قارئ يقبل على اقتناء الكتوب وعلى الذهاب إلى المكتبات العامة والمكتبات الخاصة ماذا لم يكن مشروع قراءة عند المتقف وعند اتحاد كتاب المغرب جمعيات وأطراف أخرى اليوم تشتغل في هذه المشاريع وتقدم اقتراحات بتعاون مع وزارة التقافي وزارة التقافي تقوم بدعم مشروع القراءة مثلا في هذا الصياق نجد كذلك أن دعم الكتاب الذي تقوم بوزارة التقافي خلق نوع من الرواج الدينامية التي تظهر بكل وضوح في كل سنة في المعارض الدولي للكتاب وأصبحت كثير من الكتوب وخصوصا أن الناشرين المغاربة والعرب عزفوا كليا عن نشر القصة والمصرح والشعر واعتبروا أن الرواية هي السلع الأكثر رواجا لكن لو لا دعم وزارة التقافي للشعر والمصرح والرواية للشعر والمصرح والقصة لكانت هذه الأجناس الأدبية انتهت وانبطرت وماتت مدام المثقف يفكر بهذه الطريقة هل استطاع أن يلائم خطابه وأيضا انتجه الثقافي مع متطلبات العصر الرقمي خصوصا أن هذه المشكلة التي طرح الأستاذ هو مرتبط بوحد سيرورة عرفها المجتمع بحيث أنه انتقل من البنية خاصة لإنتاج المعرفة إلى بنية أخرى مغايرة خصوصا عن المستوى الميديا يعني المستوى الوسائط كان عن الوسائط والكتاب كان مهم جدا طفل كان يستمتع بقراءة القصص التي هي معروفة تربين عليها كانت طفل يقرأ كان طفل كذلك يذهب إلى المكتبة مكتبة الحي أو مكتبة وزارة الثقافة أو مكتبة الجماعة كان يذهب إلى السينما لأنه فيها حكايات فيها حكايات فيها قصص تنتج معرفة معرفة روايات تحولت إلى أفضل خطاب معرفة عن طريق كان يشاهد التلفزيون في واحد المحلة ويستمع إلى مجموعة من البرامج التي دات طبيعة تقافية مرتبطة بالترفيه والتتقيف والتربية الآن السينما أحتهي إلى كان الكتاب يعاني السينما تعاني أيضا تعاني كذلك كان في مرحلة جاء الفيديو ولو البيوت منغلقة على ذاتها تشاهد الأفلام لا يوجد إطار طقس جماعي فردي فردي أنه تغير أن المجمع لا يوجد في الاتجاه القديم من ما يسمى الماست ميديا الماست الجماهير جماهير أنت تلقى مهرجان من الشعر أنك يأتي محمود درويش لمصرح محمد الخاميس فلا يمكن أنك تلقى بلاستك في مكان ديالك الآن ما إذا عملت مثلا ندوة فكرية فيها أعطني أي اسم في العالم من الفطاح إلى دين ما يمكن لك استقطب العدد الجماهيري كما كان إذن هناك لدينا واحد الإشكال وهو يجب أن نقرأ وعلى العملية قراءة سوسيولوجية قراءة نفسية إذن هنا يجب أن عدو الذكاء الاجتماعي أو أنا أعتقد أن هذه المسألة الجماهيرية في التقافة أنا أختلف مع سيد دافيري فعلي أن التقافة لم تكن في يوم ما جماهيرية وضعية محمود درويش كانت مسألة مرتبطة قضية الفلسطينية وأتذكر في إحدى القراءات الشعرية في بيروت قام الجمهور يطلب منه قصيدة سجل أنا عربي فاحتج وغاضب محمود درويش وكاد أن يغاضر القاعة فقال ليس محمود درويش هو سجل أنا عربي وفي نصوصه الأخيرة التي كتبها قبل وفاته بسنوات قليلة أصبح من الصعب على المتلقي أن يستوعب من الذي يذهب إلى محمود درويش لأنه غير مصار التجريبة إلى أفق جمالي آخر لم تعود القضية فيه ظاهرة بل أصبح تخفية وتحتاج إلى نوع من القراءة الجمالية الشعرية وتقافة شعرية خاصة كذلك يمكن اليوم أن نتحدث لماذا لا أن نتحدث عن بنيات يعني عن مؤسسات مكتبات صغيرة تستوعب 50-60 للناس وقاعات المصرح تستوعب 100 للناس حدود 150 للناس أو أقل وهذا موجود في فرنسا بشكل خاص وأن تكون في الأحياء جميعها وأن لا تكون فقط مقتصرة على أن وزارة التقافة التي تقوم بتدبيرها وزارة التقافة إلى جانب الجماعات الترابية التي لا تلعب دورا تقافيا ويبدو لأنها ليست لها ميزانية تقافية إذا أرادوا أن يخلقوا ميزانية تقافية تجيبها من المسائل المتعلقة بالنظافة وبغيرها من الأمور الأخرى وهنا تيبان بأن المنتخبين في جوهرهم حين يقترحون كمنتخبين لا يكون بينهم من له علاقة بالتقافة تجيو سياسيين لذلك حين يأتي السياسي احتدك النظافة والإنارة والأشياء اليومية للناس لا يحققها فكيف يمكن أن يحقق شرط التقافة وأنا شخصيا اشتغلت لسنوات في الجمعية التقافية وفي بيت الشعر وافتحاد الكتاب كرئيس للفرع في مدينة الضربضة وكانت هناك جماعة استثنائية أعطت حيزا كبيرا للتقافة وقد جاء هذا في خطاب للملك الراحل الحسنتاني حين أشار إلى جماعة المعاريف في مدينة الضربضة التي حولت كنيسة إلى مركب تقافي لمحمد سفزاف مؤخرا فأصبح هذا المكان نقطة ضوء مشعة في مدينة الضربضة قبل قليل تحدثت عن معرض الكتاب أن المتقاف يرى طرق الأسهل للترويج كيف يمكن أن يروج ويسوق لإنتاجاته في عصر الرقم أنا لن أفاجئك ربما إذا قلت لك أن أغلب المتقفين لا يجيدون استعمال تقنيات الحديثة وأقل شيء في تقنيات الحديثة هي أن يستعمل الحسب ليكتب فيه مباشرة فكثير من المتقفين ما زالوا يعتمدون على الوسائل التقليدية التي هي الورقة والقلم الحاسوب لم يدخل بعد إلى البنية قهنية للمتقف لماذا؟ لأن هذه أشياء جاءت في طريق المتقف في حين أن اليوم قد تجي الطفل عنده سنتين وثلاث سنوات يستعمل هذه الأشياء بطريقة سهلة ونكى هذا المشكل يطرح أن المتقف اليوم إذا لم ينخرط في تقنية وفي استعمال هذه الوسائط وفي عقلنات هذه الوسائط وفي تدبير هذه الوسائط والعمل على خلق صفحات داخل هذه الوسائط سواء في الفيشبوك أو في الفيديو لقاءات التقافية والمحاضرات والندوات والعمل على ضخها فإنها لن تسد التغرة الكبيرة التي نعاني منها اليوم هي تشتت شبان وضياء شبان من طلب وتلامت داخل فضاءات هي عبارة عن مضيع الوقت لدرجة أن الإنسان أصبح آلة في يد الآلة بدل أن تصبح الآلة بالنسبة له وسيلة للبحث اليوم كنا جيلي والسيد دافير يعرف هذا وانت تعرفين هذا كذلك كنا إذا أرضنا أن نبحث عن كتاب نقطع مسافات طويلة لنصل إلى المكتبة الوحيدة الموجودة في المدينة ونتحدث عن ضر بيضة لنحصل على كتاب وإذا وجدت شخصا سبق إليه عليك أن تنتظر ساعات حتى يفرغ من الكتاب اليوم هناك مكتبات بملايين الكتب بكل اللغات هل الشبان يذهبون إلى هذه المكتبات وإنها نبحث عن من سيقرأ هو أنه حتى المكتبات يمكن أن نجدها في العنترنت هنا كان روايات وقصص وكذلك أبحاث فكرية ودراسات نقدية موجودة الآن وأصبحت متوفرة في هذا تحميل تحمل تحميل هنا مشكل هو أنه العدد من المتقفين بالمفهوم القديم سبعينيات إلى غاية الثمانينيات أنهم تقوقعوا لأنهم وجدوا أنفسهم غير قادرين على مواكبة وحد الزخم الكبير للشباب عندهم متطلبات جديدة ويحتاجون إلى إجابة عن أسئلة جديدة أسئلة التي متعلقة بحياة تبدلات في لحظة من اللحظات كان مجمع نوعا ما حتى على مستوى التنقل بسيط الآن صبح معقد على مستوى البحث عن فرص إثبات الوجود إثبات ذات الآن كان إشكال كبير عن طريق اليوتيوب عن طريق إستغرام عن طريق ليستوري هذا شيء كامل خلق واحد المشكل هذا المتقف من فهم دياله القديم ولا غير قادر على أنه يدخل في المواجهة وإلا سيبقى يتعرض لأحد نوع من الهجوم من قبل الأشخاص ينتمكن من آليات التواصل الحديث الإلكتروني لأنه لم يكن أعتقد أن الجيل الآن التكنولوجيا الحديثة هو جيل يصير في اتجاه الميوع لا عندنا جيل دكي وقدر أن يواجه المتقف وينتج قادر أن ينتج يحتاج إلى التوجيه صحيح وإلى تأطير وهذا ما يخصون سفحة يكون فيها التلميع فيها التمجيد فيها التبجيل أحيانا لا سمح لي أنا أتكلم منك منطلق المعاينة لأنه أخذ مسافة وأعاين تمجيد وعدم الاعتراض وعدم المعارضة وعدم النقد وعلم أنه غير قادر على أخذ موقف غير في قضايا التي هي بسيطة عامة دي يومي متقف مقادر يكتب على أشياء تحدث يوميا وتتداول هذه الصحف يخاف إذا كتب ربما أنه شي واحد سيحاسب أو يعاقب أو سيسمح له الفرصة التي تتناها أنه يقول لي وزير مثلا هذه أشياء خطيرة سمح لي أنا كنتكلم منطلق معرفتي ببعض لا ما تقول فيما يتعلق بسيطة بعض المتقفين أو أغلب المتقفين هذا شيء موجود تحفظ بعض المتقفين وعدم دخولهم إلى وضع يدهم في العجين هذا شيء موجود وأنا أشرت إلى أن أغلب المتقفين لا يذهبون إلى الصحف لأن الصحيفة مرآة يومية في طرح القضايا والأفكار وفي التخاطب مع الناس وفي محاورة الناس نفس الشيء أغلب المتقفين لديهم صفحات مثلا اجتماعية من خلالها يطرحون فيها أفكارهم وقضاياهم وما يرغبون فيه وأن يقبلوا بالاختلاف لأن المشكلة الأساسية عندنا في واقعنا العربي عموما وفي واقعنا المغريبي أننا لم نتربط بيديمقراطية داخل بيوتنا ولا في المدرسة ولا في الجامعة عكسات على تكويننا أيضا المتقف الذي يجد الكل يوم يجده فهو يرحب ولكن أن تنتقده فهذا سيجعله شخصا يرفضك أساسا ولكن هنا ينبغي أنه ميزة بين الشبان صحيح دكياء ولكن في نفس الوقت لا يملكون كثير من المفاتيح التقافة التي يحتاجون العودة إليها وكثير من المفاهيم في التخاطب وفي طريقة التعامل مع المتقف لأن في بعض الأحيان نجد عبارات جارحة لا دعية لها تؤدي بالمتقف إلى أن يغلق صفحته أو يلغي ذلك الشخص من وجوده نعم طيب هذه الآليات نختم معكم بإجاز لو سمحتم آلية تفعل دور المتقف في مشاريع دعنا نقول بناء المجتمعي بإجازة شخصيا يبدو لي أن على المتقف أن يكون حاضرا في جميع المؤسسات في البرلمان في الغرفة الثانية أن يكون حاضرا في الوزارة الفاعلة فيما هو تقافي أن يكون كذلك ممتلا في المجاليس المستحدثة مثل مجلس التقافة واللغات وأن يكون المتقف بالفعل وليس المتقف بالقوة يعني أن نحضر شخصا بصفة متقف وهو لا علاقة له بالتقافة لأن هذا المجلس يحتاج إلى متقفين وإلى الأشخاص يشتغلون في اللغة ونحتاج أن نستشير متقف القضايا المصيرية المرتبطة بالقرارات الكبرى التي تتخذ في سياسة الدولة العامة أسمحي لك آخر شيء هو أيضا أن تعمل الحكومة انطلاقا من العمل مع وزارة التقافة على التفكير في سياسة تقافية تكون فيها توابط وهذه التوابط لا تتغير في حين أنه يسمح بأن نبدع وأن نبتكر وأن نقترح أفكار أخرى جديدة وصلنا للختاب شكرا جزيلا لكم دكتور صلاح مصري على حضرك على كل هذه الإضاءات شكرا جزيلا لك دكتور أحمد دفري إذن في انتظار الأحلى دائما سنفضل السطار وليم خرج في ملاقتكم غدا وعدد جديد في نفس الموعد مع شكر الجزيلا لكم مشاهدين على وفائكم نلتقل مع كامل المحبة ترجمة نانسي قنقر